نزوح في المناطق الموالية للنظام الأسد هذا ما تؤكده الصور القادمة من الساحل السوري والسبب موجة ضخمة من الحرائق في الغابات الحراجية فرق الإطفاء التابعة للنظام تعاملت مع أكثر من خمسين حريقا في محافظة اللاذقية وفق وسائل إعلام النظام الرسمية لكن الأرقام تؤكد اندلاع ما لا يقل عن مئة حريق متوزعة بين أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة والقرداحة وادي قنديل رأس البسيط أم الطيور الحفة مشت الحلو عين جندل بلوران إضافة لعشرات القرى في المنطقة الساحلية اشتاحتها النيران التي امتدت إلى الأتستراد الدولي الواصل بين طرطوس واللاذقية وخلفت أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية والغابات الحراجية سكان العديد من القرى في الساحل السوري نزحوا من منازلهم وغادروا بلداتهم بعد اقتراب الحرائق من المناطق السكنية وإتيانها على منازل وممتلكات الأهالي فيما أعلنت مديرية صحة اللاذقية وفات حالتين بسبب حروق شديدة وتسجيل عشرات الإصابات بحروق واختناق الموقف الرسمي من نظام الأسد تجاه الموجة الجديدة من الحرائق تمثل في تصريحين الأول دعا فيه رئيس مجلس الوزراء المؤسسات المعنية للمؤازرة في إطفاء الحرائق لكن اتساع رقعة النيران وضعف إمكانيات فرق الإطفاء والدفاع المدني استدعى تدخل قوات النظام بالعناصر والمروحيات والتي فشلت حتى الآن في السيطرة على الحرائق الموقف الثاني كان على لسان رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية حكمة صقر الذي أكد أن جميع هذه الحرائق المفاجئة والمتزامنة تمت بفعل فاعل مشيرا إلى وجود ما وصفها بأياد خفية مغرضة تريد التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار لأخذ ما عجزوا عنه في السياسة والحرب وفق ما نقلت جريدة الوطن الموالية وفي ظل توسع رقعة الحرائق اتهم موالون نظام الأسد بالتقصير والإهمال في استجابته لنداءات حاضنته الشعبية بينما استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقاء روسيا مكتوفة الأيدي أمام نيران تلتهم الرئة السورية